إذن الآن مع النواسخ الحرفية وتسمى كذلك أخوات إن وهي أن كأن لكن ليت لعل تدخل النواسخ الحرفية على المبتدأ والخبر أيضا نفس الشيء كذلك تدخل على المبتدأ والخبر ولهم رقني الجملة الإسمية فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها إذن مثال على ذلك البحر هائج إذن البحر مبتدأ هائج خبر إذن لاحظوا معي لما أدخلنا الناسخ الحرفي إن البحر هائج دائما نركض عن الحرف الآخير من المبتدأ لاحظوا أنه منصوب تنصب الأول ويسمى اسمها لهو المبتدأ هائج مضموم بماذا؟ مضموم بالتنوين ترفع الثاني لهو الخبر إذن هذا فيما يخص النواسخ الحرفية ما نخلص إليه هو أن النواسخ الفعلية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر إذن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر في حين أن النواسخ الحرفية تنصب الخبر وترفع المبتدأ الاختلاف في الحركات الإعرابية فقط الاختلاف في الحركات الإعرابية فقط فكل من النواسخ الحرفية أو النواسخ الفعلية تدخل على الجملة الإسمية وفي الآخير أطلو منكم إنجاز أنشطة تطبيقية لهذه الدروس وشكرا على حسن إصغائكم وتتبقلكم